مدرسة جد حفص ثانوية للبنات وفي أتي الطلبة المكفوفين المدمجين في المدارس قامت بمبادرة إنسانية نبيلة بتحويل القصص العادية إلى قصص مطبوعة بطريقة برايال من أجل مساعدة الطلبة المكفوفين في المدارس الأخرى على قراءتها وذلك انطلاقا من حبهما للقراءة وشقفهما بالكتابة والكلمات أفتخر اليوم بعملي اللي بادرت فيه في مملكة البحرين عشان أساعد أخواني وخواتي المكفوفين على القراءة والثقافة إن القراءة مهمة في المجتمع والشخص اللي يقرب كميات كبيرة يزداد معلومات الهدف من المبادرة إن أني أكون مساعدة إلى زملاء وزميرات المكفوفين عند الاتحاق مدرسة جد حفظ الأمياء في مركز مصادر التعلم فتتح لنا ركن اسمه إشراقة أمال يحتوي على قصص وقراءة بالبرايل وقرآن ناطق وألعاب صوتية حسية وألعاب تعليمية نساعدتنا على قراءة المزيد من القصص بالبرايل وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي استقبل بمكتبه الطالبتين التي قامت بإطلاع الوزير على مبادرتهما وأشاد الوزير بهذه المبادرة الطيبة حيث قامت بتحويل أربعين قصة إلى قصص مطبوعة بطريقة برايل وتوزيعها على المدارس التي تضم الطلبة من تلك الفئة منوها بمبادرة مدرسة جد حفظ الثانوية للبنات في تخصيص قسم في مركز مصارر التعلم بالمدرسة تحت مسمى إشراقة أمل يضم عددا من الكتب المطبوعة بطريقة برايل لنشر المعرفة في أوساط طلبة من تلك الفئة وقد فازت تلك المبادرة بالمركز الثاني في مسابقة العمل التطوعي في المدارس الثانوية بالنسبة لبرنامج الدمج بالنسبة لي حقق إنجازات كثيرة منها الجانب الاجتماعي والجانب الأكاديمي بالنسبة لدمج الطالب المكوفين في المدارس العامة طبعا غادير ما شاء الله وفردوس أيضا حققت جانب اجتماعي كبير إضافة إلى الجانب الأكاديمي احتواء البيئة المدرسية إليهم من طالبات مدرسات إلى المديرة الكل يعني متحاولينهم ويعطيهم اهتمامة يعني طمأنينة شوي شفنا دور الوزارة كانت توفر إليهم مدرسات لنا يتابعونهم يعني حق تقوية مساندة إلى مدرسات المدرسة فبعد هذا عطاننا يعني دافع الحين يوم جينا الثانوي بعد شفنا اهتمام الوزير يعني هذا الشي صراحة يعني أثلج صدورنا إنه يبقى يلتقي بهم في الوزارة شخصيا والتجربة اللي قدموها اللي هي تحدي القراءة وتحويل القراءة من مصرين إلى برايل يعني هذه التجربة حسيتها كبيرة أن يقدمونها بناتنا شكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم اللي معتنية بدول الاحتياجات الخاصة وخاصة المكفوفين يعني مهتمة بهم اهتمام كبير تبرز مشاريحهم دمجتهم في المدرسة عطتهم اللي يدخلون فيه مصابقة تحدي القراءة يعني عرضت جميع الأعمال مالهم في المدارس القصص اللي كتبوها وزارة التربية والتعليم حريصة دائما على تقديم كل الدعم لدمج فئة الطلبة المكفوفين في المدارس العادية وتعليمهم لغة برايل واستخدام الحاسب الناطق وتهيئة البيئة المدرسية بالإضافة إلى أن الوزارة دشنت مطبعة للمكفوفين تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم وتفتخر وزارة التربية والتعليم بمثل هذه المبادرات التي تمثل دلالة واضحة على نجاح عملية دمج الطلبة ذوي الإعاقة بالمدارس العادية كلبنة أساسية وتمهيدا لاندماجهم في المجتمع ككل